ثلاثة منتخبات تبدو الأوفر خضاً للفوز بكأس أسيا 2019 أول هذه المنتخبات هو المنتخب الإيراني الذي يحتل صدارة الترتيب العام للفراق المشاركة هذا المنتخب يحتل التصنيف التاسع والعشرين عالمياً وفقاً للائحة الفيفا أيضاً المنتخب الإيراني بقيادة المدالب كارلوس كيروش يمتلك قيمة سوقية بنحو 67 مليون دولار أمريكي اللاعب علي الرزا جهان بخش وهو لاعب نادي برايتون الإنجليزي يمتلك قيمة سوقية بنحو 21 مليون دولار أمريكي المنتخب الإيراني فاز باللقب في ثلاث مناسبات المنتخب الثالث وهو المنتخب المنتخب الثاني وهو المنتخب الياباني الساموراي الياباني يمتلك قيمة سوقية بنحو 97 مليون دولار أمريكي ويحتل التصنيف الخمسين في لائحة الفيفا أغلى لاعب هو نيشي مارو ك sustained وهو اللاعب الذي يدافع الألوان نادي نيو كاسل يونايتد الإنجليزي ويمتلك قيمة سوقية بنحو 11 مليون ونصف المليون دولار أمريكي المنتخب الياباني فاز باللقب في أربع مناسبات آخر هذه المناسبات في عام 2011 ثالث المنتخبات وهو المنتخب الذي يمتلك أغلى اللاعب في البطولة وهو اللاعب هوانج مين سون اللاعب الكوري الجنوبي الذي يدافع عن ألوان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي هذا اللاعب يمتلك وكومة تنسوقية بنحو 57 مليون دولار أمريكي منتخب الشمشون الكوري كليا يمتلك وكومة تنسوقية بنحو 97 مليون دولار أمريكي ويحتل الترتيب الثالث والخمسين في لائحة الفيفا أيضا المنتخب الكوري الجنوبي فاز باللقب في مناسبتين كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج ولكن لغة الأرقام لا يمكن إغفالها في هذه الآونة